قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل المرجل القد لما تضع قدر على النار وتضع فيه ماء يغلي هذا الماء الذي يغلي له صوت هكذا كان صوت النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي من خشية الله وهو يصلي ولابد أن نسأل أنفسنا سؤالا هل بكيت يوما وأنت تصلي هل نبكي ونحن نصلي بل هل نغشع لله ونحن نصلي هل نستلز بصلاتنا ونحن واقفون بين يدي الله عز وجل كما كان هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وحال لسان كثير منه يقول أرحنا منها نريد أن نستريح يعني حتى هو يصلي لكن يستريح فيصلي بعدما تفرغ الصلاة هو يستريح لماذا شال حلا من على رأسه أردى فرض الله وخلاص أمن عقوبة الله هذا ليس جيد أيضا بل نريد أن نستريح فندخل في الصلاة هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إن كثيرا من الناس يشكون الهمومة والأحزان والبلاية تتراكم عليهم لأنهم لا يصدون لو أنه محافظ على صلاته ليسر الله أمره وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق قالوا الصلاة سبب لسعة الرزق أو البركة في الرزق وممكن واحد معه مال كثير ولا يشعر فيه ببركة وكل شيء إنما هو ببركة الله وتوفيقه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة خشع لله عز وجل واستحذر عظمة الله وأنه واقف بين يدي الله عز وجل كان يقول إن في الصلاة لشغلة مش أول ما الإنسان يدخل في الصلاة يسرح في كل شيء يتذكر وهناك شيطان يأتي عند الصلاة فقط يوسوس لك فلابد أن تجاهد نفسك على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والخشوع فيها وإقامتها بإتقان الصلاة كما صل النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر